اعزائي المشاهدين طبطم وطابط اوقاتكم بكل الخير واهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن النهاردة معايا نموزج لشاب عنده طموح ان هو يبقى اعلامي تم تدريبه معانا في برنامج همسة مواطن وانا النهاردة بتدريبه الثقة ان هو يكون زميل ويقدم معايا البرنامج لان احنا لازم احنا تعلمنا وبقينا عندنا برامج وبنقدم برامج فلازم ناخد دين الشباب اللي عنده طموح وخصوصا ان عبدالله شاب وعنده طموح وخريج كلية اعلام فالنهاردة انا بتدريبه الثقة وان شاء الله يكون عند ثقتي وان شاء الله بإذن الله في القريب العاجل عبدالله يكون لي برنامج باسمه برحب بك عبدالله اهلا وسهلا باستاذ اشرف واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين واول ظهور لي في برنامج همسة مواطن وبشكر حضرتك على ثقتك ليه ونرحب بضيوفنا الكرام النائب صلاح الناصح عدو مجلس الشورى السابق عن حزب الوبد اهلا وسهلا بكم ونبدأ حديثنا عن تقنين اراضي املاك الدولة وبترك زميلة والستاذ اشرف بالترحيب بسيادة النائب صلاح الناصح عدو مجلس الشورى السابق عن حزب الوبد طبعا برحب بسيادة النائب سيادة النائب شرف كبير لبرنامج همسة مواطن تواجدك معنا النهاردة وان شاء الله تبقى حلقة مميزة ونقدر ان شاء الله نفيد السادة المشاهدين خصوصا ان احنا معنا موضعين والموضعين يخصوا المشاهدين خصوصا سواء موضوع تقنين اراضي املاك الدولة وخصوصا بمحافظة بنسويف بما انك حضرتك كنت بتمثل محافظة بنسويف داخل مجلس الشورى عن حزب الوبد وايضا الموضوع الاخر موضوع كيفية النهوض بالزراعة في مصر اهلا بك سيادة النائب ونبدأ موضوعنا النهاردة عن تقنين اراضي املاك الدولة وخصوصا في محافظة بنسويف احنا كبرنامج جات لنا الشكاو كتير بسبب ارتفاع اسعار اللجنة تقنين الاراضي خصوصا ان اللجنة وضعت اسعار في الخيال لا طاقة للمواطنة بها خصوصا ان محافظة بنسويف وقرى محافظة بنسويف تعد من القرى الفقيرة فالنهاردة حضرتك عايز اعرف رأي حضرتك خصوصا في التسعير اللي سعارت دي اللجنة الاراضي والله اهلا وسلم بحضرتكو الاول برنامج همسة مواطن برنامج شيق واحنا الليلة في قناة الصحة والجمال من ضمن القنوات المتميزة وبنهني الشعب المصري كله لان احنا بنعيش حالة من النشوة في احتفالاتنا بانتصارات اكتوبر ثانيا تقنين اراضي الدولة او القانون الخاص بتقنين وضع اليد على اراضي الدولة كلمة املاك الدولة كلمة كبيرة ومطاطة عشان نبسطها لاستاذ المشاهدين شوية املاك الدولة بتضم الاملاك الدولة اللي هي العامة المنفعة العامة تضم مستشفيات مدارس منشآت معدات اجهزة تخص الدولة النهاردة احنا بصدد املاك الدولة الخاصة الا وهي اراضي املاك الدولة الفضاء التعدي على اراضي املاك الدولة الفضاء كان جريمة على حسب قانون 34 لسنة 1984 بياخد ثلاث عقوبات حفص وغرامة وإزالة المحكمة الدستورية العليا في 13 أكتوبر 2018 جدامت حكم بعدم دستورية المادة 115 والمادة 372 من القانون التعديات على أراضي الدولة صدر قانون تقنين الوضع رقم 144 لسنة 2017 ألا وهو التقنين الجديد بيقنن على حسب تقنيات الدولة الحديثة نقاط على الجي بي اس وأحداثيات وبيدي لك بالفعل أوراج مهمة جدا تعد مستند ملكي ده الشيء الكويس في الموضوع طيب تفويض سادة المحافظين بالتصرف في أراضي الدولة شيء ممتاز آلية التنفيذ عملنا لجنة لتقنين الوضع من 2017 إحنا في نهاية 2019 عملنا إيه؟ إحنا نجيد الكلام ولا نجيد العمل عملنا إيه لحد دلوقت؟ اللجنة نعقدت واللجنة تشكلت واللجنة تعملت ومس دفعت فلوس؟ المواطن مش محتاج مبررات المواطن محتاج هي اللجنة يا رسول صلاح اللجنة بدأت بالفعل تشتغل ولكن هناك عزوف من المواطنين بسبب الأسعار الخيالية التي تم وضعها من قبل اللجنة أقول لحضرتك الآن أنت بنتكلم مثلا على قرى شرق النيل ببنسويف قرى فقيرة جدا لما تيجي اللجنة وتقرر لي أن المتر من ألف لسبعمائة جنيه وأنا مواطن بني بيت على مساحة ميت متر وبني بالبلوك وسكفه بالخشب وتيجي تقول لي هبقلك المتر بألف جنيه طب أنا أجيب منين؟ ده أحد مشكلاتك وكمان خضرتك كمان على ثلاث سنين ده أحد المشكلات في حين أنه كان بيتباع المتر من أملاك الدولة قبل ألفين وعشرة أقصى تسعيرة للمتر كانت خمسين جنيه هل تخليلي من خمسين جنيه وهل من خمسين لألف وسبعمائة جنيه وفي قرى الجميع يعلم أنها قرى يعتبر من القرى تحت خط الفقر ده أحد المشكلات مرعوش الحل الاجتماعية للناس عشان كده الناس عزفت عن المشكلة دي مشكلة عامة في معظم المحافظات بصفة عامة وفي بناسويب بصفة خاصة ألا وهي طيب معنا ناخد مكالمة موجهة ديك سيادة النائب مساء الخير يا فندم إن شاء الله أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بك يا فندم تلوقتي إحنا هنا حطينا المتر على ألف جنيه إنت حضرتك منين يا فندم حضرتك منين من الشيخ علي الشيخ علي الشيخ علي قريب بياض العرب أيوة أه طيب يا فندم إحنا بنناقش مع السيادة النائب موضوع الارتفاع الأسعار وأزوف الناس بشكر حضرتك لانتصالك يا فندم اتفضل السيادة نيجي لمحافظة بنصوب بصفة خاصة آآ انت التصرف أملاك الدولة كان منوض بيه إدارة أملاك الدولة اتشكلت لجنة جديدة لتجديد سعر المتر مين اللي بيقدر سعر المتر؟ أعضاء اللجنة لازم أن واحد يقترح سعر فالعضو اللجنة بيقترح سعر السوق السودة يا بهوات الحكومات لا تتاجر أنا مليش دعوة بسعر السوق السودة أنا لي دعوة كدولة أنا ببيع آآ بالمتر أنا ببيع خدمة أنا ببيع آآ كذا فن البيع لا يجدوه اللجان اللي تشكلت في المحافظات ليه؟ أنا شاهد فيه ما فيهش فن ده فيه استعناد لمنطقة بحالها لما حضرتك منطقة شارج النية لتحطي لها 1800 ودي كلنا يعلم يعني قرية ندي مثلا بسيط زي قرية بن السمان الحياة الزراعية بتاعتها ما يتعداش 120 فدان في حون كرة تاني في محافظة بن السويف عشان للأسف بتخص بعض الناس اللي قائمين في اللجنة اتحطي فعلا المتر بتلكم 100 جنيه في حين ان هو في السوق أضعاف 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 المصار طيب بعد التجدير الجزافي لأسعار المتر في أملاك الدولة بيعنا كم متر عملنا كم عجل ست عودات لأكثر من خالي خمس سنة في حالة طيب يبقى أنا ما جبت ليش فلوس سانيا قيمة الانتفاع القانون حدد لي تلات تصرفات أول تصرف بالبيع تاني تصرف بالإيجار الذي ينتهي بالتملك تالت تصرف اللي هو القيمة الإيجارية على المتر انت حاطط لي القيمة الإيجارية على المتر اتنين جنيه والست في المدخلة جالت دلوقت ان سعر المتر ألف جنيه هل الست دي هتعيش خمس ومائة سنة في بيت إيجار عشان تدفع الألف جنيه يجب إذن الأسعار هنا شطط لما حب أجيس أجيس المزورة بتاعتك اللي حطيت على الأسعار ايه القيمة الإيجارية فعمر الجيل بيديني سعر المتر بمعنى اتنين جنيه قيمة إيجارية سنوي في تلاتة وثلاثين سنة يجب الحد الأقصى سعر المتر ستة وستين سنة ده عرف في البيع والشراء ان القيمة الإيجارية للمتر او للفدان او للجراء انت طبعا اضرى بنا بالمسالة الخصبية لا انا اللي اضرى بيها اكتر من كده ان بيعات سنة 2010 2011 2012 2014 اعلى سعر 140 جنيه في المكان المميز اللي هو على الطريق مباشرة المستفيد بجميع الخدمات اللي خليها من 140 جنيه لألف جنيه وفيه ناس والله وخصوصا في شارج النيل انا شايف فيه تعمد بالذات من 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 بعض للأسف البطانة السوداء داخل محافظة بن سويف وللأسف احنا طبعا السيد محافظ بن سويف بيسمع للجميع ولكن هم مع التمين مع التمين على السيد المحافظ لدرجة ان السيد المحافظ ما زرش ولا قرية من كرة شرق النيل يعني ولا قرية زرع السيد المحافظ كلنا بنحترم معالي المستشار المحافظ بن سويف ولكن احنا مش يعني لما ناس لما سيد النائب زهب للسيد المحافظ وكان معا ناس من بن اسلمان والشرق النيل وبيض العرب للأسف فيه ناس بتتعمد اني الناس دي ما توصلش للسيد المحافظ فيه ناس متعمدة وللأسف ما تمش مجابلتهم دخل سيد النائب وكان في كان في لقاء مع السيد الرئيس الوزراء والسيد النواب مشكورين كلموا السيد الرئيس الوزراء اني اسعار تقنين اراضي املاك الدولة املاك الدولة عالية جدا فالسيد الرئيس الوزراء قال تعاد تشكل لجان اخرى طيب قال كده ولكن امه بقولك لا سيد الرئيس الوزراء ما قالش وللأسف احنا المفروض بنشد السيد المحافظ اني يكون هناك وفد من القرى لشرح الحالات الاقتصادية لقرى شرق النيل وايضا بعض القرى المتضررة ثانيا اراضي الدولة اراضي الدولة الدولة اه يا فندم معاك يا فندم معاك يا باش crochet خليق. اهلا بيك يا سيزة اسامة. منين يا فندي? من من بن سلمان الشريعة باش. اهلا بيك يا سيزة اسامة. اتفضل يا فندي. اهلا بيك يا فندي. اهلا بيك يا فندي. من دلوقتي احنا عندنا عندنا بان اسلمان مقيملنا المتر في سبعمائة جنيه. احنا احنا في حوار في حوار مع سيادة النائب على موضوع ربط سنت كم يا سيد أسام ربط ياباشا 2009 وإحنا خلي بالك جنبينا اللي رابط رابط بـ 25 جنيه طب ينفع سيادة النائب احنا مثلا لربط جنبينا رابط جديم وإحنا عشان ما رابطناه نتفع 700 من 25 جنيه طيب احنا بندرس حاليا احنا بنتناقش حاليا مع سيادة النائب ونتمنى ان شاء الله صوتكم يوصل للسادة المسؤولية دي مشكلة أكبر على أساس إن مين اللي فتح ملف أملاك الدولة اللي بعد دي حمام بتاع الصهاج ما تطرق بالحديث مع السيدة رئيسي الجمهورية كل الحكم المحلي تصارع عشان يجيب أكبر مع احترام السادة المحافظين والوزراء جيروا عشان يجيبوا أكبر عدد من الإزالات واسترداد الدولة اللي محطوط عليها شعار حج الشعب حج الشعب هنا ما دفعوش الكبير دفعوا المواطن الصغير اللي جاعت في 80 متر و90 متر تمام حج الدولة هنا عشان أصدر للقيادة السياسية إن أنا جمت بإزالة 10 تلاف إزالة 10 تلاف إزالة في 100 متر بتكلم في مليون متر ومربع يعني بيقول لك إن الأرض اللي بتبعها لي دي أرضي يا أنا وأنا جايبك كموظف تدير أملاكي فتبيعها لإبني بالفلوس أنت لا تجيد فن البيع ده رقم واحد عشان كده الحصيلة بتاعتهم ما جابتش فلوس فإن البيع بيقول لك إيه إن أنا أجدم إغراءات للمواطن عشان أبيع ببدأ بسعر مبدئي اللي هو سعر اختراق السوق سعر اختراق السوق لا يتجاوز بأي حال من الأحوال في منطقة شارج النيل في بانسويف لا يتعدى المية جنيه أو المية وخمسين جنيه للأماكن المميزة انت جبت الألفات والسبعمية والتمنمية دي منين هو مين من صاحب الفكرة مين اللي جعت في المكتب المكيب؟ اللي جعت في المكتب المكيب بيقول لي بيقول لي بقى يا فنديم بيقول لك ما الناس بيبيعوا المتر إذن انت عايز يبيع بيته ويسدد أملك الدولة ويقعد بكدور يا سيد الفاضل أنا في اتصال مع أحد وأنا داعي لذكر الأسماء قال لي كده قلت له والفكرة كمان اللي مغلوطة للأسف إن احنا عندنا قرى شرق النيل وخصوصا قريب بن اسلمان ظلمت ظلم شديد بسبب جهاز مجتمعات العمرانية اللي المفترض لا يا سيد لا 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 وقف هنا طيب الجهاز بيبيع لخدمة طيب ولكن يا أستاذ صلاح احنا احنا ما خدماش يعني حرم للقرية أو ما كانش لنا تمدد عمراني احنا خلاص القرية للأسف اللي بيفصل بينها وبين جهاز المجتمعات العمرانية طريق إذن أنا ما عنديش انت بتقول لي النهاردة أبيع إزاي جهاز المجتمعات العمرانية اللي يفصلوا عن بن اسلمان الطريق الجهاز بيبيع المتر بـ 1190 جنيه ناخد اتصال تاني أهلا وسهلا بك يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعرف على حضرتك يا فندم محمد عوض من شباب خيمة أهلا وسهلا بك يا سيد محمد تفضل يا سيد محمد هو كلامي حضرتك بمالوش علاقة بتقنين أرض الدولة أو كده إيه وبالنامج جهاز مواطن إن أنا بشتكي من حاجة صح منه بنية تحتية ما يتعدى الألف جنيه في صورة شبكة آآ صرف شبكة طرق شبكة طرق شبكة طرق ببيع أرض أنا ببيع خدمة لكن إنت عندي أنا عندي ما فيش طبعا من سنة 2003 لحد 2019 ودخلين على العشرين عشرين من غير صرف الصح بأن بني السماء انتقع على ضفاف النيل وكان في قرار من السيد رئيس الوزراء بأن بأن تدرج وأن يتم البد الفوري في القرى الواقعة على ضفاف النيل لأن دي بيسبب كاريسة بإيه في الناس نيجي المشكلة الثانية يا أستاذ أشر الأسعار على كم سنة على ثلاث سنين على أربع أقصات ربع الأول بعد ثلاث شهور والثلاث اربع ثانين يعني ثلاث سنين يعني أنا بتمثلني القرية بانسلمان زي زي الحياة الخامس في مدينة بنسوف الجديدة طب يا سيد الفاضل انت بترضي مين أيوة يا سيد احنا عارفين ان السيد رئيس الوزراء كان وزير إسكان فبيطبق المنظومة بتاع الإسكان على الحكم المحلي انت رايح ترضي مين انا بقول لك سعر المتر ألف النيل وهل طبعا اللي ساكن في الحياة الخامس معليش يعني دول طبقات معينة معرفين مهندسين دكاتنا مدرسين رجال أعمال لكن اللي ساكن في القرية فلاق بسيط وين كان فيه وزم بسيط طيب بحلول يونيا عشرين عشرين هيكون استكملنا ورقيا الله أعلم الحجيجة فين ورقيا اتنين واربعين في المية من قرى الريف المصر يكون دخلوا الصرف الصحي عندك تمانية وخمسين في المية التمانية وخمسين في المية دولوا هتعملوا مين التمانية وخمسين في المية لم يستكملوا في الصرف الصحي يجبحنا سعى ما بنحل جضايا ما نخليش مسكنات يا جماعة المسكن بيعالج عرض ولا يعالج مرض المتر في 2017 في فانس ويف وبصفة خاصة في فانس لمان وشر جنيه لم يتعدى 140 جنيه 140 جنيه بزيادة عشرة في المية كل سنة يعني 2018 يبجمية اربعة وخمسين جنيه 2019 يبجمية تمانية وستين جنيه إيه اللي يوصلوا لألف جنيه بترضي مين على حساب مين حد طلب منك كده أنا متأكد تماما أن السيدة لئيس الجمهورية ما يعجبوش الحال ده ثانيا أنت ما عندك شماورت غير جبل مواطن أنت عندك وصلات خدمية وده السؤال اللي هيسألو لك عبدالله سيد النائب عايز أعرف من حضرتك ايه معوقات الوضع في ملف أملاك الدولة المعوقات أولا عصب أي حاجة في مصر حيلها اللجنة اللجنة اجتمعت اللجنة انعقدت اللجنة راحت اللجنة جات عضو واحد في اللجنة لو جال مش همضي بجيت اللجنة ما ينضيش يا جماعة أملاك الدولة في إدارات في المحافظات اسمها إدارة أملاك الدولة يا جماعة أملاك الدولة القانون ما نزلش سعر وش كده سابها ليه عشان ما يكونش فيه مركزية معانا التصالي السيد الناب ما عليش بقى يبدو أن ناس كتير ومنتظر الحل أهلا وسهلا بك يا فندم أهلا أيوة يا فندم أهلا بك أهلا وسهلا عرف على حضرتك أهلا يباشر مين يا فندم حضرتك عسكر محمد راضي يباشر أهلا وسهلا بك يا عم عسكر تفضل يا عم كم دموعة عملنا 25 فدان استفرعناها في الأرض بعد قانون 95 تمام دعا أسمعني كويس وأنا نشرع لك وبعدين أرضا جاوبني أعدا أنا أنتفرد عليه في التلفزيون طيب تفضل يا فندم بس فعجالة عشان عندنا ودخلات كتير ماشي 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 من 95 وننمع عشان نعرف نتملكوا جبنا الناصر الكبيرة ملكت إحنا إحنا كمزموعة معانا 25 فدان على اسم أني 25 فدان على اسم أني عنه تمامي فيها 8 أفراض صلحنا نصهم وضرعنا نصهم وأخذ جاتي السندية جمبنا بـ 500 جنيه نفدع من تتابع 5-6 سنين وإحنا السندية بيعوننا الفدان بـ 75 جنيه وعلى أربع أقصات بـ 75 ألف جنيه بـ 75 ألف جنيه وبعدين إيه وبعدين على أربع على أربع أقصات وإنت عمين 15 فدان فيهم 10 قاعدين الظلط والدرعين من 95 وأنا باني بيت لنا وإحنا 8 أفراض والـ 25 فدان دي 8 أفراض طيب إحنا إن شاء الله حق عسكر صحاك كريت يا فنديم جعلنا خد بي الكلام وبعدين أربع سهات عربك أبو داعب أنا سهات من عربة أبو داعب مركز سهات آله دفعنا أول جس وبعدين الأقصات البادة ما سنقدم الفور على الحفين وجلبنا بـ 500 جنيه مثل الرصان واخدها بـ 500 جنيه دم وأنا راعة جاب ليه طيب كنصوتك من خلال برنامج نوصل للسادة المسؤولين واخنا بناشد السيد محافظ صواج إن هو يجتمع بيكم ويلاقلكم حل ويكون فيه تخفيف للعبقة عليكم سواء بمد فترة الأقصات أو بالتخفيف من سعر ثمن الأرض مش هتلقي اتصالات مع أنا مع أنا محمد بن بنسيف أهلا يا أحمد أهلا بك يا أحمد سمو عليكم وعليكم السلام وطلاب وبركاته ممكن اتوصل يا أحمد اتفضل يا فندم اتفضل بالنسبة لأسعار نحطينا أسعار جوزفية من من خضرتك لأول يا فندم أنا من بيان أهلا بيك يا أحمد أهلا بيك اتفضل يا فندم بيوت مربوطة من سنة 85 وسنة 80 وتسعين وهي المتر حطينه 1000 و1000 ونص وسبعمية طيب احنا بنشكر حضرتك احنا النهاردة حلقتنا بنناقش فيها سعر تقنين الارتفاع سعر تقنين أراضي عملاك الدولة وخصوصا في قرى الشرق من يلب ومحافظة من السويد بشكر حضرتك اتفضل السابق هتلاقي محافظتين أكثر اتصالات منهم بنسويف وصهاج على حسب التنمية المحلية بنسويف وصهاج بيلعب على المركز الأخير البلاد الفجرة دي يجيب منين لما أصعر المتر في بنسويف يتعدل مني عروس الصعيد أشكل مين وجل مين وانا وصني وانا وصني بمناسبة الكلام ده الصراح ان السيد المعالي المحافظ السيد الوزير معالي المحافظ مشكورا أثناء اللجنة قال لهم ده الأسعار أعلى من عندنا في المين إلا أن اللجنة تعمدت ان هي السعر ده تمام وما كانش فيه ليون ولا يعني ولا رحمة ولا راف هو للعلم السبع مراكز في بنسويف فيهم أملك الدول عشان ما نتكلمش على منطق بعينها بس الكلام لمعالي المستشار هاني عبدالجابر محافظ بنسويف رجل محترم لا يا فاندم أعلى سير حطونه بشار رجل محترم بإني بصفتك قاضي مطلوب الرحمة بمنطقة شار جنيل هو حتى الاتصالات كلها أستاذ صلاح من الصعيد هناخد اتصال من جنة أهلا بك يا فاندم ألو ألو السلام عليكم يا فاندم اتفضل يا فاندي عن أحمد من بيبة من بيبة أهلا بك أستاذ أحمد اتفضل يا فاندي الله يخليك أيوة من بيبة أباك مشكلتك يا فزحمة الله يخليك مشكلتك أخذ أرض بريعة أرض زراعية وقالوا المصالحات ومشارفين نعمل المصالحات طب انت انت ذهبت للمحافظة وهم فاتحين باب التقنين في الحافظ بيقولك أرض زراعية ومصالحات يا فاندم بص يا فاندم فيه برضو فيه مصالحات ولكن انت حضرتك بني من سنة كامة بني من 2016 وقد المقدر في 2016 أيوة طيب هو فيه فيه برضو تقنين بس هو مازال لسه محددوش ساعة لا أسأله هو بيتكلم على تقنين ولا التعد على أرض زراعية انت بتتكلم طيب على تقنين هو على فكرة برضو يا فاندم هو يعتبر اللي تعد اتفضل يا أستاذ أحمد رد على السيادة النهاية التقنين برضو اللي هو نفسه المتر هو واخد محدر زراعة من 2016 هو كان فيه قانون صدر بالتصالح على ما قبل 2006 شهر 6 2017 ولكن هذا أرض زراعية على بعض اللي هي قريبة من كردين اللي هي ما تمش الإزالة لأن حاليا فيه إزالة بتتم في المال هو خلاص دلوقتي محدش من أكتر من حوالي سنتين خلاص من 2017 محدش بيقدر يحط بلقة الوحدات المحلية واخد تعليمات بحاجة اسمها الإزالة في المال خلاص اتوقفت المباني على أراضي الزراعية أي بلاغ عن أي تعدي بتطلع على طول نظرة المحلية ومعها محمية بقوات الشرطة وبيتم الإزالة في المال ولكن قامة 2016 اللي واخدين محاضر هيبقى لهم برضو تقنين وهيبقى لهم تحديب للسعر بس إذا اتهاد أنا اللي عرفه أشرب به إن أي قانون لم يصدر أنا ما أعترفش به لم يصدر حتى الآن المصالحات مخصوص الزراع لم يصدر في مسودات أي وفي مسودات في أحزاب بتدي مسودات للقانون أي وفي أحزاب في نواب بيقترحوا فيها أنا طيب بنشكر حضرتك السيد أحمد وإحنا برضو بنقش الموضوع اتفضل السيد أنا بخاطب معالي المستشار هاني عبدالجابر بصفته جاضي بنسويف سبع مركز معالم محافظة أفجارهم مركز بنسويف وأفجار وحدة محلية في مركز بنسويف الوحدة المحلية لقاء قراء وبيض العرب بالله عليك يا معالي المستشار هم بصين لحاجة واحدة بس بصين لمنطقة الحمراية ودي اللي قريبة من بالله عليك يا معالي المستشار الشراجوة ما لهمش حد في إدارات أملك الدول لا ده كمان لهم دور الشراجوة ما لهمش ظهر يحميهم الشراجوة في إجحاف ضدهم ومع أن من قراء تانية وموظفين وعند ساعدتك في اللجنة مع أن يا سياد النائب أول قراء أول قراء وقفت ضد جماعة الإخوان المسلمين وأنا كنت أولهم قبل كمان صور التلاتين وقفنا قدام لأن المرشد بيسكم كان بيسكم مدينة بنسوفي الجديدة وإحنا أبناء القراء طلعنا والقراء دي كلها طلعت ضد حكم الإخوان المسلمين وقفنا والدنيا كلها تعرف أن أول قراء وقفت وقالت لا لجماعة الإخوان المسلمين قراء الشرق النيل وأنا بأمانة أنا اللي كنت متصدر للمشهد وأنا اللي خدت الناس وروحنا قدام فيلا عبد البديع وقلنا يرخل يسقط حكم الإخوان وما فيش قرية طلعت من قراء بني سويف إلا قراء شرق النيل قبل تلاتين بحوالي تلات شهور طلعنا وقلنا لها لحكم الإخوان وأول قراء طلعت تأييد لرئيس عبد الفتاح السيسي هي قراء شرق النيل النهاردة بيردونهم الجميل وبي أنا خايف أنا خايف يا صاح أشرف لن ناس تندم لن ناس تندم على تلاتين يوني مين اللي بيتاجر باسم رئيس الجمهورية والقيمة السيسية فيه تعمد واضح فيه تعمد فيه بطانة معانا الأستاذ أيمن بن بانسويف سلام عليكم وعليكم السلامة الله بركاته بارمانيك أحبب نشكر حضرتك على هذا البرنامج وكرة شرق النيل كلها تشكر حضرتك على هذا البرنامج لا إحنا منبر إعلامي لأي حد إحنا برنامج عمسة مواطم بنناقش أي مشاكل إحنا مخصصين إن إحنا نوصل صوت أهلينا في أي مكان في مصر للسادة المسؤولين وبنتواصل معاهم عشان يكون هناك قلول وإرضاء للشارع المصري وخصوصا المواطن البسيط فضل يا صاحب ربنا يا برف عادك إحنا بنلتمس من سادة الوزيرة المحافظ خفض سعر المتر للألف جنون شبابات جنيه إسوط من المحافظات اللي المجاربين يعني الناس بيطلبوا إنه هما يتساوبوا المحافظات ده ده فيه كرة كمان لتنين مطلب الناس اتنين يا شبابات فيه كرة 300 جنيه معين المتر فيها السوى عشرة في الشارع ده ده فيه عاديم كمان مراعاة وضع اليد وبعدين كان فيه ناس بالجوار خلوا 8 جنيه و 15 جنيه وب 20 جنيه هسأله يا أستاذ آيمن آخر حاجة كان 50 جنيه يا أستاذ آيمن معين الباشر لما كان بـ 8 جنيه المتر كان متجفض على كم سنة على 15 سنة يعني أبو 8 جنيه على 15 سنة وابو 8 جنيه وبـ 800 على 4 سنين أدي الأسوة والحاجة الثانية عايزين لمد المدة مدة عشان إنه رجل الفير إن شاء الله يسدد على الوجه الصحيح يجب أمطلب الناس يا أستاذ آيمن حاجتين إن الساعر عالي جدا فينزل والمدة قصيرة جدا فططه أشكر حضرتك أستاذ آيمن وأتمنى صوت حضرتك يوصل للساعدة اللي هي سعادتنا على البرنامج وتسلم يعني ربنا أبريك لكم وتشكرين جدا وربنا وصى على وصى شكرا أستاذ آيمن وأتمنى صوت حضرتك يوصل لساعدة المسؤولين هو ده واجعنا هو ده الأنين هو ده الرسالة اللي لازم أن توصل للقيادة السياسية بخصوص ملف تقنين أراضي الدولة اللي معطلها مش الناس بالأمان مش الناس اللي معطلها الناس اللي حطت أسعار عالية وبتتاجر باسم السيدة الرئيس الجمهورية بتتاجر في الناس اللي دعمت السيدة الرئيس الجمهورية بتتاجر على حساب الغلابة السياسة ما هي إلا متجرة بهموم الغلابة بس في النواب بانسويف؟ السيدة السمالاء نواب بانسويف أنا أفضل عن النواب يا أستاذ صلاح للأسف النواب أدامه مقترحات والسيدة رئيس الوزراء من ضمنهم الصرف الصحي قريب بانستماع وبشكر النائب محمود عزت على الهواء لأن أي حد بيشيل أموم المواطنين وبيروح وبقابل المسؤول أنا بشكر النائب محمود عزت لأنه خد ناس ولكن للأسف ما عارفش يوصل الناس لسيادة المحافظ لا سيادة المحافظ إحنا لدينا حق عليك إحنا لدينا حق إن نقابلك زي ما قابلتنا قبل كده لما كان عندنا ثلاث وفيات وفتحتنا مكتبك سيادة المحافظ للأسف البطانة السوق اللي موصلنا لك صورة إحنا بنطالب حضرتك تنزل تشوف البيوت بتاع الناس البسطاء الفقراء وخصوصاً في قرية صنور وقريب بانستماع الشرقية الناس مش بنية فيلل الناس مش بنية عماير تلتيني البيوت بالبلوك ومسقفة بالخشب بيوت بسيطة المواطن يجيب منين أنا بتمنى أن حضرتك تنزل وتشوف وتقبل الناس إنت بكتبك دايماً مفتوح لنا إحنا قابلنا قبل حضرتك قبل كده لما كان فيها عندنا مشكلة طب بخصوص السادة النواب أنا كلامي وعتابي عليهم حاجة بين الصيفة 17 نائب يعني محتاجين 3 نواب بس ويوقعوا 20 نائب ونزلوا جلسة عامة ساكتين ليه؟ 4 سنين ونص انتوا فين؟ السابع ملاكس فيهم أملاك دولة انتوا فين؟ لما المواطن هو اللي راح لحد المحافظة عشان يتكلم انتخبك تنوب عنه ازاي؟ يا سادة يا أفاضل فرصة ذهبية لما نائب ما يعرفش جدام النواب مع احترامي والتمعين أنا مش عارب وسيادة النائب ليه عتب عليه روحت عند السيد المحافظ يجاب لك ويقول لك مبررات لا ما تسمحش بيها جاب لتك مبررات هنا اعرضها في المجلس هنا طيب معنا اتصال تاني أهلا بك يا فندم أهلا بك سيادة الإعلامي معاك الحج محمد من كرة شرق النيل بني سلمان الشرقية أهلا بك يا سيد محمد أهلا بك اتفضل يا فندم بالله عليك يا سيادة الإعلامي غيطونا من أسعار أملاك الدولة المترم قلنا نقولها بألف جنيه احنا معنا منين ناكل ولا نشرب ولا ندفع للدولة هي الدولة اللي تقفونا ولا احنا اللي نقفو لها لا حول ولا قواتنا طبعا ان شاء الله صوتك من خلال برنامجنا يوصل يا حج محمد اه احنا مع المواطن احنا منبرنا دايما صوت المواطن في الشارع اه لدى المسؤولين رسالة لستاذ المسؤولين ليك ليك حاجة تانية يا حج محمد ليك كلام تاني طيب بشكرك بشكرك شكرا يا حج محمد رسالة لستاذ المسؤولين اذا كانت الحكومة منوض بها المحافظة على املاك الدولة فاحرى بها ان تحافظ على سلامة وامن المواطن في الدول رسالة للقيادة السياسية رسالة لسيد المحافظة رسالة لسيد الدكتور رئيس الوزر انا اقول لحضرتك قول بقى المواطن عندي اهم من الارض اللي جاعد علينا المواطن دان عايزوا يدفع وهو مبسوط الذين ينفقون في الصراء والضراء عايزوا يدفع وهو مبسوط ما يدفعش وكأنها ضريبة او جباية فرضت عليه طيب رسالة بقى للسيد الرئيس الجمهورية والسيد الرئيس الوزراء بصفتك كنت عوض ومجلس شورى تدخل السريع وتحمل هموم المواطن وتعرف ايضا مشاكل الدائرة جدام ساعتك فرصة جميلة جدا وشعب المصري لا ينسى الجميل ابدا تدخل لحل مشكلة التقنين الوضعي بصفة عامة في مصر وبصفة خاصة صعيد مصر الصعيد بحر الناس ديوبها فضل معنا اتصال تاني ناخد اخر اتصال ده بقول له مخرجنا معلش ده اخر اتصال معلش يبدو ان الخلق في اهتمام اهلا بك يا فندم سلام عليك يا فندم تعرف على حضرتك مع سيادتك رسلان البازي يا فندم مرشح مجلس النواب السابق بالمنصورة ومساعد رئيس حزب الثورة لشؤون الوحدة الوطنية اهلا وسهلا بك يا فندم اولا انا يعني مست على ساعتك وعلى ضيوفك الكرام السادة النواب المحترمين اهلا بك يا فندم وبنقول لكم كل سنة اهلا بك يا فندم اهلا بك يا فندم بشكر حضرتك وشعب مصر كل الجمه العربي بنشكر حضرتك يا فندم اتفضل يا فندم الو الو يبدو من الاتصال اتفضل اتفضل السيطناب عايزين كلمة اخيرة توجه للسادة الرئيس الجمهورية وللسادة الرئيس الوزراء وايضا للسيد محافظ بن سيد الكرسي لا تدوب السيدة الرئيس الجمهورية جدام ساعتك فرصة سيدة الرئيس الوزراء جدام ساعتك فرصة السيد السادة المحافظين جدامك فرص ان انتو تشيلوا الانين عشان الناس يعني ما تندمش في مرة من المرات انها نزلت وشاركت عشان تجيب حضراتك وتديره للبلد الحكومة مش عارفة تدير تعاود الملف تاني لإدارة أملاك الدول هتبيع الصبح وهتجيبه نوص الصبح بس شرطة حكين في مشكلة في أملاك الدولة مبينة وبين قرى الشرق النية لا شرطة حكين السعر ينزل والمدة تطور أجلها عشر سنين أعلى سعر شرط جنيل يكون 200 جنيه خزينة المحافظة هتتملي بكرة الصبح مليات خير كده الناس أصبحت أكثر وعيا عام عام سبق بمعنى هتبيعلي على ألف جنيه وما جدا مشا لأنك تبيعلي وانت مصر على كده هبدأ في جضايا وهبدأ اشتكيك لحد ما أوجد صغرة قانونية ومش هدفع انتوا عايزين فلوس سهلوا الدنيا عن الناس طبعا احنا كده ملف يمكن تقنين أراضي أملاك الدولة كده يعني خات حقه كتير في الحالة فطبعا بطرق زميلة عبدالله يبتدي بقى في مشكلة المهوب بالزراعات كنا عايزين يعرف من حضرتك الدور المنوط للجمعيات التعوينية الزراعية الدور المنوط بالتعوينيات الزراعية والله ده هم تاني هم ما يتلم إذا كان قطاع الزراع في مصر بيمثل 14% من الدخل القومي فأنا بتكلم على 1 على 7 من مصر كوزار الزراع المزارع رايح فين والزراع رايحة فين تحليل لوضع الراهن المزارع مات وكفنوه بس لسه ما الدفنش تحليل للموقف الراهن صفة المزارع متاحة ومباحة للكسيرين صفة المزارع وظيفة الفلاح تيجي الفلاح يكتب الأستاذ يقول له لا أنت فلاح يجي الدكتور يحيز أرض الزراعية يكتب له 100 فدان مع أنه دكتور مش فلاح تمام المنظومة الزراعية في مصر بادرت وبشرة الخير فيها اللي عملت القوات المسلحة باستصلاح مليون ونص فدان ودخلين على مليون ونص يبقى 3 مليون فدان في مدة لا تتجوز طيب أنا طبعا يعني بعشق القوات المسلحة وبتمنى من السيد الرئيس ومن القوات المسلحة خصوصا في استصلاح الأراضي في محافظة بن سويف أن يكون هناك جزء من هذه الأراضي لصغار الفلاقين وأيضا للشباب في أني أرض 69 ألف فدان مخططة على أنها تكون صوبة زراعية بدل ما أزرع 69 ألف فدان أزرع 690 ألف فدان بمعنى أن الصوبة الزراعية الوحدة بتنتج بتنتج عشر أفدان طيب الصوبة كان متر الصوبة على 3000 متر يعني فدان الله هو هتنتج لي إنتاج عشر أفدان كده القوات المسلحة داخلها بدورين الدور الأول هو توفير الأمن الغذاء المصر في صراعات خارجية حوالين تصدير لمصر من لا يملك بوضعه لا يملك قراره وبالذات المحاصيل زي الجمح زي الضرة محاصيل أساسية طبعا ده جوت اليوم السوبة الزراعية إنتاجها أعلى ومواصفاتها أعلى القاطرة أصبحت القوات المسلحة زي ما هتمشي القوات المسلحة إحنا هنمشي زي ما يعملوا صوبة الفلاح الصغير بيصرف كم عشان يطلع ابنه لدولة يسافر لها من دول الخليجة بيصرف من 40 ل 50 ألف جنيه لو جدر يستفيد بال40 50 ألف جنيه هو جيبهم منين بيضرب إيده في الصيدر يطلعهم ده بيبيع الحلق وبيبيع الغوش وبيبيع المعزاة وبيبيع الزجرة وبيبيع الجلابية اللي لابسها عشان يوجد عقد لابنه وفرصة عمل في دول الخليجة طيب 40 50 ألف دول هو الفلاح على يعمل بيهم صوبة على نص فدات طول حياته وعلى هينتج انتاج خمس فتاديين هينتج انتاج اسمه الموسم المعكوس انتاج المنتجات الصفية في الشتا او الشتوية في الصيف انا ما اعمل ليش الفلاح هاي تكنولوجي او ستانس لا المباريم اللي بتتحط تكعبت العنب اعمل على زيها كده وغطي بالبلاستيك في الشتا وبالشاش في الصيف سيدة النائب كنت عايزك تتكلم عن رأي حضرتك في تقدير اسعار لجمية تقنين الوضع بالمحافظات في تقنين اراضي الدولة ولا الاراضي الزراعية الاراضي الزراعية الاراضي الزراعية نفس المشكلة بتاعة البناء الارض اللجنة كانت بتبيع اللي جاب لكده كان بيتباع الفدان من الف فيه فتاديين مستصلاحة بخمس تلاف جنيه اقصى هتمن تلاف جنيه تعالى لدلوقت الفدان بيبدأ من خمسة واربعين الف جنيه وينتهي بخمسة وخمسين الف جنيه ده للشركات وليس الافراد تاخد الشركة بتقول للاربع خمس فتاديين بمليون جنيه شاب الخريجي جيب منين مليون جنيه بوزوا الدنيه طيب خصوصا لعبدالله كان بيكلمني عن الشباب عبدالله انت كنت عايز تتكلم عنه عن مشكلة الشباب وان الشباب بتتخرج من كليات قمة ومفيش شغل مستقبل مصر في خريج الزراعة لو اشتغل بتاع الزراعة صح بهم مصفات صح في غياب تام لدور التعيونات الزراعية اختصر على الشوات الكماوي وبيدو كماوي 46 يعني بيزود اليوريا يعني بيزود الفشل الكلوي يعني لو بصنا بالنظرة السوداء يبقى مصر راحةeffective لا قانون التعاون الزراعي بيدرسي الآن وفيه مسودة قانون جدامة البرلمان صدوره جريب جدا ان شاء الله هينظم عملية الجمعات الزراعية الجمعات الزراعية دي اللي يجيب للكماوي الجمعات الزراعية هاتي اللي يجيب للتجاو الجمعات الزراعية اللي تحتاج مهندس فني يدور على الحوض ثانيا الشراكات والتجمعات والزراعات التعاقدية اتعاملت خلاص اتأسست اشتغلت لا عشان ما نكذبش على بعض ما اشتغلتش هتشتغل امتى الله اعلم المجلس الزراعات التعاقدية منشأ بقانون لسنتين قانون التعاقدات الزراعية بيعمل ايه المفترض اعمل انا عقد مع شركة كمزارع انها تاخد مني المنتج اللي يحميني القانون والمجلس ده المجلس ده ليه مقر واحد في القاهرة بس في شارع نادي الصيد في القاهرة بس نا بالمزارع بتاع اصوار دي سجل فين قلنا يا جماعة حلوا الدنيا ان عندك في المحافظات مدريات زراعة في كل مدرية اعمل مكتب للزراعات التعاقدية خلاص مش جادرين نعمل دي لا نروح نصرف ملايين على المجلس اللي ما عملش عجود اللي تعد على اليد الوحيد عبدالله يعني انت بقى ايه رؤيتك بالنسبة للشباب او اكتر مشاكل للشباب المشاكل ان الشاب بقى مثلا متخرج من كلية كليات قمة زي كليات هندسة او كليات طب او كليات اعلام وما فيش شغل في الدولة ما فيش شغل في الدولة ايه نوعية الشغلة لعزها الشاب نوعية الشغلة لعزها الشاب بمكتب وتكييف وسكرتيرا ولمبه حمر لا عبدالله عبدالله نموزك بشرف انا مش بكلم عنه عبدالله انا بكلم عنه اللي في دماغ شباب مصر لا جماعة الشباب ليهم العمل الميداني احنا سافرنا دول متقدمة كتير لجينا شعبها بيفضل العمل الميداني تسعين في المية عن العمل المكتبي اللي هم العشرة في المية الكبار الصن والناس اللي همش جادرة تدي طبعا يا سياد النائب وهتنا باقي معانا داية ونص يعني كلمة اخيرة توجهها بخصوص موضوع التقنين اراضي منك الدولة او كلمة توجهها اراضي الدولة حاجتين الفلوس تدخل الخزينة بكرة الصبح السعر ينزل والمدة تطول خلص مفيش لغارة مال الزراعة في مصر حاجتين التعوينات تعود وتعود بدورها بس محتاجين تشريع اللي هو قانون التعاون احنا شغالين على قانون من سنة ستين وثلاثة وستين هل ينفع القانون دا يسار العصر احنا محتاجين القانون يصدر ونبدأ في تطبيقه طيب وزارة الزراعة ما عملتش شركة الزراعة ليه وزارة الزراعة وزارة مستهلكة ولا وزارة منتجة منتجة المفروض المفروض انها منتجة طيب وزارة الزراعة فيه اكبر عدد من الموظفين مرتبتهم جلالة جدا انت زنجلي في كل جمعية زراعية مصر فيها ستة الاف ستمية اثنين وتمانين جمعية زراعية بتشتغل على خمسة مليون حائز جوه ولا مش جوه جوه في النقابات الفلاحين الفلاح ما يهموش زرعة بوز البجرة تموت ما يهموش دي بس الفلاح يبقى بيشتري كيلو اللحمة بمية وعشرين دينا وبيبيع المشيئة بتاعته خمس ستة الاف دينا ليه يرضي مين ببيع البجرة بثمانين خمسة كيل لما الشعب اراد بس سازة مخرجنا في دي لما الشعب اراد اسعار اللحوم نزل دون تدخل حكوم لما الشعب اراد طبعا احنا سعدنا جدا بالقانا مع حضرتك ده ما اللي اسعد والله ده يعني انا بعتبرها من اجمل حلقات برنامج عمسة مواطن الله يخليك سعدت جدا بك عبدالله اهلا وطبعا مع ذرة عبدالله يمكن اول ظهور لي في متحفز شوية ولكن ان شاء الله عبدالله يمطلق وطبعا ياخد السقة اه اعزائي المشاهدين دايما برنامج همسة مواطن هو صوت المواطن لدى المسؤول بنتواصل مع المسؤول بنحقق بنكتهد لنصل وإياكم في حل في برنامج همسة مواطن اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة